السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الاعدادية صف الثاني الاعدادية هناخد النهاردة اخر درس في الوحدة بيكلم عن رائح الحضارة العلمية او الحضارة الاسلامية في العلوم والاداب لازم ابقى عارف ان الحضارة الاسلامية وجين الاسلامي ارتكز على الناحية العلمية واهتم بها واوصل ناس على القيام بها حيث كانت اول اية قرآنية نزلت على سيدنا محمد وهي اقرأ العلم عنصر هام جدا مش بس للدولة الاسلامية بل لجميع الحضارات يكفينا ان احنا نقول ان المسلمون برعوا في العديد من مجالات العلوم المختلفة مش العلوم الدينية فقط بل وغيرها من العلوم بابتدي الاول بالعلوم الشرعية علم القرآن الكريم الفقه الحديث التفسير كزلك ايضا علوم اللغة النحو الصرف الادب البلغة العلوم الاجتماعية التاريخ الجغرافية الفلسفة والاجتماع والسياسة والعلوم الطبيعية الرياضيات الهندسة الكيمياء الطباء السيدلة الفلك الفيزياء هنبتدي بجزء له يعتبر كراءة بس باندو ننوه عنه اللي هي العلوم الشرعية المتعلقة بدراسة الدين الاسلامي وهو ما ميز المسلمون عن غيرهم من الامم الاخرى بيجتمل هذا العلم على العديد من الفروع منها اولا علم الفقه وهي بيختص به احكام العبادات والمعاملات الاسلامية ومن اشهر عدد من الفقهاء اللي كانوا منحتكم الى شرحهم الامام مالك وبحنيفة النعمان والشافعية واحمد ابن حنبل كذلك ايضا العلم الثاني وعلم الحديث بيختص بتدوين ما ورد عن سيدنا محمد من قول اوفع وهناك العديد من رواة الاحديث من اشهرهم الامام البخاري والامام مسلم كذلك ايضا علم التفسير وهو يختص به بيان معاني القرآن الكريم اسباب نزول الايات القرآنية شرح المعاني والايات القرآنية من اشهر علماء التفسير عبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عباس كذلك قادنا عن علم الكراءات وهو علم بيختص به كيفية تلاوة وكراءة القرآن الكريم طبعا الجزء ده احنا عارفين انه هو كراءة فيه برضو جزء من الكراءة بيتميز بيه او بينص على علوم اللغة اللي بتختص بدراسة اللغة العربية وحفظها من الضياع حيث انها لغة القرآن الكريم كما تم التنويع عن هذا الامر وبتشتمل عناصر متعددة اربعة النحو الصرف الادب البلغة هنبتدي دلوقتي نتعرف على علوم اللغة واهميتها بالنسبة لدراسة اللغة العربية حفظها من الضياع عدم تأثرها بحضارات الاخرى واللغات الاخرى الاهتمام بها وعدم تحريفها وذلك لانها لغة القرآن الكريم بتشتمل على النحو الصرف الادب البلغة هنتعرف بقى على أول العلوم المكررة السناجي للطلبة العلوم الاجتماعية العلوم التي تختص بدراسة الانسان وكيفية تفاعله مع غيره من الأماكن أو من الأفراد سواء تفاعله مع الأفراد اللي بيتعايش معهم أو المكان اللي هو بيعيش فيه من أشهر هذه العلوم العديد من العلوم الإنسانية التاريخ الجغرافيا الفلسفة الاجتماع والسياسة هنتعرف على أول العلوم التاريخ من أشهر المورخين ابن الأثير وابن هشام الجغرافية من أشهر الجغرافيين الإدريسي الفلسفة من أشهر فلاسفة المسلمين الفيلسوف ابن السينة الاجتماع والسياسة ومن أشهر علماء علم الاجتماع والذي استمرت كتاباته تدرس في جامعات أوروبا عبد الرحمن ابن خلدون تمام؟ شخصيات عظيمة جدا استفاد منها الغرب الأوروبي في بناء الحضارة الأوروبية الحديثة ارتكنوا على أو استفادوا من أهم الشخصيات العظيمة وأعمال الشخصيات العظيمة العلماء اللي خلدهم التاريخ نبتدي نتعرف على أنواع أخرى من العلوم العلوم الطبيعية علوم بتهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والمواد وخصائصها المختلفة وذلك من خلال اتباع عدة إجراءات تميزت بها الحضارة الإسلامية عن غيرها وهي الملاحظة والتجريب برعى المصريون والعلماء المسلمون في الكثير من هذه الجوانب واجتملت أو ظهر إنجازات أعظم العلماء في التاريخ في علم الرياضيات بيعتبر أعظم ما قدمه المسلمون للرياضة الحديثة وكان أهمها الأرقام الحسابية خاصة الرقم الصفر اللي دخل على يد محمد بن موسى الخوارزمي مؤسس علم الجبر تمام؟ كذلك أيضاً الهندسة ومن أشهر علماء الهندسة محمد بن أحمد البيروني وجدير بالذكر إن احنا استفدنا من الهندسة من بلاد اليونان وفارس وأضفنا على اختراعاتهم أو اكتشافاتهم الهندسية الكيمياء أطلق عليه المسلمون علم الصنعة استفادوا منه في العديد من الصناعات من الأدوية والأصباغ وغيرها ومن أشهر علماء الكيمياء جابر بن حيان الطب حثن الإسلام على أهمية الطب والتداوي ولذلك اهتموا المسلمون بمجال الطب والقضاء على الأمراض ومن أشهر العلماء ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية وكذلك أيضا أبو بكر الرازي الصيدلة يعتبر المسلمون أول من وضعوا كتب للأدوية وأسسوا مدرسة خاصة بالصيدلة وهذه ومن أشهر العلماء ابن البيطار الفلك اهتمى المسلمون بعلم الفلك اهتماما كبيرا وهذا الأمر له العديد من الأدلة أول دليل أنشاء المراصد المختلفة اتنين أجروا الأبحاث والتجارب وجدير بالذكر أن من أشهر علماء الفلك في الدولة الإسلامية محمد بن سنان البتني الفيزياء اهتموا به علم الفيزية ومن أشهر علماء الفيزياء الحسن بنول هيسة مؤسس عن البصريات فوقت التقضم العلمي للدولة الإسلامية استفاد من المسلمون كثيرا من هذا الأمر حيث ورعوا فيه العلوم السابقة فأصبحوا منارات أضاءة العالم ودرست كتبهم بالجامعات الأوروبية وعلى أفكارهم قامت الحضارة الأوروبية الحديثة استفادوا من التقضم العلمي في بناء المساجد والكسور والقضاع الاهتمام بتحسين وسائل الرأي من حفر الترع والقنوات قاموا بيئة اهتمام وبرعوا فيه صناعة الأدوية والأصباق والعطور كما وضعوا نظريات علمية كانت أساس النهضة الأوروبية والنهضة الحديثة في العالم الحديثة جدير بالذكر أن كانت هناك العديد من المؤسسات التعليمية في الإسلام كانت هذه المؤسسات سهمت فيه النهضة العلمية بصورة واضحة جدا ونكتشف بأن بتجتمل هذه المؤسسات على مؤسسات دينية مساجد، جوامع، زوايا ودي كانت مخصصة لدراسة العلوم الشرعية والفقه والتاريخ والسير مؤسسات مدنية متمثلة فيه الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والسنة وترفق أو ترفق أحيانا بالمساجد المدارس كانت داخل المدارس، المساجد أو منفصلة وتعلم العلوم بكل أنواعهم الشرط العلوم الدينية الجامعات وتخصصت في دراسة العلوم المختلفة وكان عندي أشهر الجامعات وما ذالت موجودة حتى وقتنا الحالي جامعة الأزهر الشريف أيضا جامعة كرطبة التي ظهرت في بلاد الأندلس مؤسسات عسكرية وجد تهتم بالتعليم العسكري والحربي وتوجد فيه القلاع والحصون والربط وتهتم بالتعليم على أشكاله العسكرية المختلفة بنلاحظ بأن الإسلام اهتم بالعلم وحس عليه أو حس الإنسان على السعي في طلبه من أكتر من مكان ما ننساش أبدا أن الإسلام ارتبط بالحضارات الأخرى فقام بإنفتاح عليها واستفاد من العلوم الأخرى عن طريق الترجمة ويعد العصر العباسي من أزعى العصور حيث اهتم الخلفاء بتشجيع هذا الأمر جدير بالذكر المأمون الذي كان يعطي للمترجم وزن الكتاب الذي ترجمه ذهبا انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا تمتع المسلمون في العصور الوسطى بحضارة عظيمة أنارة العالم في الوقت الذي كانت تزود أو تعاني فيه أوروبا من الجهل والفقر والتخلف وانتشار الأوباء والأمراض كانت جماعة كرطبة من أشهر منارات العلم والعلماء وهي جماعة التي أنشأ المسلمون حينما قاموا في فتح بلاد الأندلس وكان يأتي إليها ويفد إليها طلاب العلم من جماعة حق أوروبا وذلك للاستفادة والاقتباس من نور علمها وسعدت هذه الأمور على إقامة حضارة عظيمة تأثرت الحضارة الإسلامية وكانت تعتبر حجر الأساس التي قامت على الحضارة الأوروبية الحديثة هناك مراكز انتقلت منها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا ابتدت ببلاد الأندلس والتي ظهرت فيها العديد من العلوم والفنون خاصة في جماعة كرطبة حيث كانت جماعة كرطبة بالأندلس منارة للعلم والعلماء بيأتي إليها طلاب العلم من كافة أنحاء أوروبا ليقتبسوا من أنوار علومها لإقامة حضارتهم الحديثة كذلك أيضا سقلية جزيرة سقلية بموقعها وقربها من شمال أفريقيا بالإضافة إلى بلاد الشام عن طريق الحروب الصليبية أتمنى أن الطلب تكون استفادت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر